تطابق في السياسات الإعلامية يرافق تطابقا سياسيا وديبلوماسيا واقتصاديا بين قطر وإيران فالفكرة واحدة والآلية واحدة والهدف واحد الإضرار بمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتشويه صورته والتقليل من شأنه هكذا عبر سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام في حديثه لصحيفة الشرق الأوسط عن الحملة التي يشنها إعلام النظام القطري مدعوما من وسائل الإعلام الإيرانية هي حملة ممنهجة تهدف لتعميق الخلاف وضرب مصالح الدول الخليجية وهدم المنظومة الإقليمية التي تجلب الخير وتدفع الشر عن شعوب مجلس التعاون الخليجية العربية في هذه الحملة خروج صريح عن سياسات نظام الدوحة الذي يدعي اعتزازه بمنظومته الإقليمية الحامية لأمنه وخروج صريح آخر عن سياسات نظام الولي الفقيه الذي يدعي عدم تدخله في شؤون الدول الإقليمية الداخلية وهنا توافق المتناقضان أنا أعتقد اليوم واضح بأن الجزيرة أو الإعلام القطري يسعى بقدر ما يملك من مكانيات لزعزعة الثقة في استمرار مجلس التعاون وهذا الأمر خطير جدا برامج الموجهة ضد مجلس التعاون الإشكالية بأن هناك من يعتقد بأن تقييمنا للجزيرة خلال هالشهرين لا أحنا اعتدنا على هذه السياسة وليست وليدة اليوم الشعب القطري شقيق يعي تماما خطورة هذه السياسة هو المستهدف وليس غيره من هذه الحملة الإعلامية يريدون لشعب قطر أن يماثل صناع هذه الحملة فكرا وقرارا وبعدا عن المحيط الخليجي والعربية وهو ما يعده شعب الخليج الواحد خطا أحمر لا يمكن تجاوزه أنا كمواطن خليجي أكثر ما أحرص عليه هو استمرار مجلس التعاون الخليجي لن تستطيع هذه السياسة الإعلامية أن تفرق الشعوب الخلاف اليوم خلاف مع سياسة قطرية واضحة الإعلام جزء كبير منها تحدثنا عنها الكثير تحدثنا في اجتماعات وتحدثنا في رجان وتحدثنا عبر وسائل الإعلام تقليدي نتمنى بأن يتم تعامل مع هذه الأزمة بجدية تمثل المواقف شاهدة على بعد الشعب القطري عن ما يعكر صفو خليجه المتحد اجتماعيا وفكريا وقربه من كل ما يوحد الآراء في رفض الشعب القطري الإساءة للبحرين والسعودية والإمارات مثالا وفي رفض الشعب القطري الانسلاخ عن محيطه الخليجي مثالا وفي رفض الشعب القطري الارتماء في حضن طهران مثالا وفي رفض الشعب القطري منعه من أداء ركن إسلامه الخامس مثالا وتطول قائمة الأمثلة يبقى السؤال مطروحا لصناع هذه الحملة الإعلامية المشوهة لكل إيجابي يجمع أهل الخليج ماذا استفاد المواطن القطري من هذا كله؟ ما هو العائد من هذا الاستثمار المدمر؟ هل المواطن القطري البسيط التي تربط علاقات جدا كبيرة بينه وبين جميع أفراد أو محيطه الجغرافي بينه وبين المواطن البحريني والسعودي والإماراتي ماذا استفاد من هذه الأزمة؟ هو ضحية كبيرة لهذه السياسات من علي بن محمد الرميحي ومنا إلى الشعب القطري الشقيق